وعلى فكرة شكلهم متغير جداً كمان عن الفريق اللي هو اتأهل فاللي تقريباً نص الفريق اللي اتأهل اللي هو اخد المركز التاني هعارفين التصفيات بتاعته ومطولة أوروبا تحت 23 سنة أنا حاسم الكلام حضرتك أنك عايز توصل لفكرة أنه مش عايزين نبلغ أو بالفرحة عشان نعرف نلعب قدام براجوي بشكل بس بالزبط الحاجة التانية ما عرفش لو تسمعها لأننا أكمل فيها مسألة براجوي احنا الأول اتخضينا أن احنا ممكن في المركز التاني اللعب اليابان اليابان كعملة مباراة قوية وجايبة سكور هيفي سكور وغلبت براجوي في أول مباراة 5 صف لكن أن أنت هربت من اليابان وهي بطل آسيا يعني فانتوقعت في براجوي اللي هي بطل أمريكا الجنوبية وأمريكا الجنوبية اللي تأهل عنها بس في رئي تانية البرازيل ضعت ما تأهلتش وخبالة كلومبيا ضعت ما تأهلتش في فنزويلا مش البرازيلة تغلبت ما قدرتش تتأهل فإذا أنت بتلعب مع بطل أمريكا الجنوبية والمدرب بتاعه رجل المخضرم عنده 71 سنة وخدمة ديليا فضيه قبل كده في الإرامبي الجيمز احنا معنا مدرب وخد ذهبية معلش بس بقولك يعني أنا المدرب ده أنا يعني مهتمي بي جدا لكن لن أتكلم عنه بسوء هذه البضولة خالص لما بعد الحساب هنتكلم لأننا دارس السي بي بتاعته محلل السي بي بتاعته والراجل ده حظه جمعان حلم الراجل ده بينعش اسمه في الكورة العالمية والعربية مع مصر بعد فترة واخد أوليبيات واخد ذهب مع البرازيلة معليش عايزي نعيش اسمه معنا لإيه لأنه لأنه حقولك بقى أنت ما تستفزنيش لا أنا بس بقى لأنه قعد قعد من ساعة ما خد البطولة دي البطولة في ريو دي جانيرو سنة كام 2016 حتى ما جاء إلى منتخب مصر كان يعيشوا في فشل ذريع وكان بيطرد من المهام اللي بيروح فيها وآخرها لما كان مدرب ناشئين أو شباب تحت 19 سنة في الهلال السعودي وما تكملش بعد 13 مباراة بعد كده راح الزفرة فراح كارتيكا المدرب مؤقت ثم اتطرت بعد 8 مباريات فجي مصر انت عش لكن الحساب معاه إيجاب وسلم سيبك بقى من رأينا عشان برايه ما استفزك